موسيقى ممكن ايضا نتابع ما قال لان احنا كان لنا لقاء معاه ده كان طبعا كان اثناء تفقطه اللجان المختلفة في دوميات وكان لنا لقاء معاه ممكن نتابع مع حضراتكم ومع سيادة السفيرة ميرفت التلاوي ما قال موسيقى 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 ما زلنا بنتابع مع حضراتكم مشاهدين الآن صور خاصة لمصر الآن للجولة التفقدية واللي قام بيها سيادة اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني أثناء تفقدوا اللجان الاستفتاء بضميات وطبعا يعني نال ما ناله سيادة اللواء أحمد وصفي من جانب شائعات الإخوان المختلفة إلا أنه بيثبت يعني موقفه ومحاربته للإرهاب الحقيقة في كل موقف بيقوم به من خلال محاربته للإرهاب في سيناء بوجه عام ومواقفه وتصريحاته الرنانة دائما واللي ممكن نتابع جزء منها الآن إن شاء الله هيبعيد بأهل مصر حظتك التأمين تأمين 6 محافظات اللي فيها للشتائي الميداني عملية خط التأمين كمس إزاي؟ خط التأمين يتعرض بطلسات الوزير وطلسات بفريق صدق وأقرت وإحنا الشغالين في التأمين دافع أكتر من أكتر من شهر الخطط إن شاء الله التأمين هيبقى كامل متكامل إنه هو كامل متكامل لها أنا مكش حاجة فيها بسورة ما رأسنا كامل في البالي المهارضة على المستقلين سكامل؟ والله أنا نفسي بو 35 مليون و50 مليون كمان كمان على مستوى كموراية كامل ما تقالوها بشعب مصر؟ إنتوا اللي هتوقفوا مصر على رجليها إنتوا اللي هتحيوا مصر وهتعافوها من ليه فيه حدش هيعافي مصر وهيوقف على رجليها دارش علىها وأنا يتالي سنفريح أول عم في التحالي كمان هل هناك أي مشاكل على المستوى؟ إنتوا اللي بتقولوا لو فيها مشاكل باللغوا بك إحنا ما عندناش إن شاء الله شايد ما فيه أي مشاكل والجيش مع الشرقة مع القضاء مع الجهات التنفيذية في المحافظات لكلنا تيمورك واحد اشتركوا في القناة 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 موسيقى طبعا اللي كنا بنتبع مع حضراتكم الآن هو جولة تفقدية لسيادة اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني للجانة لاستفتاء بضميات وتابعنا أيضا كلمة لي ولكن أعتقد أن سيادة السفيرة مربط التلاوي هتتفق معي أن دي ما كانتش جولة تفقدية كأنه كرنفال احتفالي واحتفاء شديد بسيادة اللواء أحمد وصفي صحيح؟ ده احتفال أنا حسيت كده زي ما يكون فيه باريد مثلا ماشيين نتفرج على مهرجان معين أنا بقولك الشعب خلاص أعلن النتيجة من نفسه وإحنا كنا هل حضراتكم تعتقد أن الشعب المصري كان عايز يفرح؟ يعني إحنا بقلنا كتير قوي ما حسناش إحساس الفرح بغض النظر طبعا عن يوم 30 يونيو يعني إحساسه مختلف بالنسبة لنا كلنا ولكن إحساس الفرح ما بعده وكأنه اختفى بسبب كتر الدم في الشعب المصري إحنا بفوتنا بتلات سنين سيئة جدا الحقيقة سواء فترة فيها دم أو فيها مناشات يعني الأهل ما بقتش تزور بعضها الناس ما بقتش يعني ما عنداش نفس تفرح فما صدقنا إن الجيش وقف معنا والشرطة رجعت لأصلها تاني ولدورها الهام والحيوي في المجتمع فإحنا فرحانين إن إحنا كلنا إيد واحدة ودولة جامعة بسيطة هنقدر عليهم وندعوهم إنهم يتعقلوا وكفاية كده ويرجعوا لبلدهم وإن شاء الله هنبني مصر هنبنيها وهتقبى تلعب دور عظيم في إقليمها وهتلقن الآخرين دور مهم جدا لأن هي أفسادت على آخرين مؤامرة كبيرة